أكثر حول هذا الملف ينضم معنا حسن مظلوم مراسلنا من البصرة حياك الله حسن حدثنا عن التدافع الذي حدث بين الجماهير في ملعب جذع النخلة مساء الخير عليك سهار وعلى مشاهدين الأكارم حقيقة الأعداد تبدو مرعبة التي احتشدت على الشوارع الرئيسة شارع بصرة زبير والشوارع الأخرى القادمة من زبير والقادمة من بوابة البصرة هذه الشوارع ازدحمت حقيقة بأعداد كبيرة من المواطنين القوات الأمنية تحاول السيطرة على دخول المشجعين الذين يمتلكون باجات أو يمتلكون تذاكر دخول لكن ربما بعض المواطنين لجأوا إلى الطرق الغير رسمية الطرق النيسمية التي تحيط بالمدينة الرياضية هناك قناة لمياه البزل مجاورة للمدينة تقريبا شرق المدينة الرياضية احتشد عليها العشرات بل الآلاف في محاولة لعبور هذه القناة المائية ثم الانتقال إلى الشارع الرئيس الذي هو مكتظ بأعداد كبيرة حقيقة بحسب ما تصلنا من مقاطع فيديوية لا يمكن الوصول إلى المدينة الرياضية بأي شكل من الأشكال سوى راجلا من مركز محافظة البصرة تحديدا ساحة ساعد إلى المدينة الرياضية الأنباء تتحدث عن حالات اختناق العشرات من المشجعين الذين حاولوا اقتحام القناة المائية والدخول إلى المدينة الرياضية ولا زالت طبعا الأنباء تصلنا عن وضع مربك في مقتربات المدينة الرياضية وأنباء غير مؤكدة تتحدث ربما عن اجتماع لمحاولة ربما تكون نتائجها تأجيل المباراة خلال ساعات نعم حسن في ظل وجود مباراة نهائية اليوم هل هناك إجراءات رفقت المباراة؟ تقصدين الإجراءات الأمنية التي يفترض أن تكون هي المسيطرة على هذا الملف خصوصا في المرحلة الحالية ولم يبقى سوى ساعات عن الافتتاح المباراة بحفل غنائي ومن ثم المباراة ثم الحفل الختامي ربما سهار منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي سوشال ميديا خصوصا ووسائل الإعلام عن الفرحة الكبرى في محافظة البصرة بهذا العرس الخليجي أدى إلى استخطاب أعداد ربما لم تكن متوقعة كانت هناك خطة أمنية أعلنت عنها قيادة عمليات البصرة تحديد البوابات المخصصة لدخول الجماهير وهي من البوابة رقم 3 إلى البوابة رقم 11 وهي بوابات كبيرة ربما قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الجماهير وتخصيص العفوان للبوابات الأخرى إلى الكوادر الصحفية والإعلامية والملتخبات والوفود والشخصيات لكن مع كل هذا تبدو الأعداد الغثيرة سيل من الجماهير المشجعة التي تحاول الوصول إلى المدينة الرياضية ربما الوضع مربك حقيقة حتى مع الاقتراب مع الساعات لبدء المباراة هناك نداءات من الحكومة المحلية ومن وجهاء البصرة تنصح المواطنين البصريين المشجعين البصريين عدم الذهاب والاكتفاء بالساحات العامة التي خصصت ونصبت فيها شاشات لنقل المباراة لفسح المجال أمام الآخرين القادمين من خارج البلاد وباقي المحافظات العراقية ولا أنسى سوار هناك بحدود خمسة آلاف تذكر حجزة عبر الويب سايت من سلطنة عمان من مواطنين مشجعين من سلطنة عمان لا ندري كيف ستكون الأوضاع خلال الساعات القريبة القادمة نعم نعم ماذا عن التذاكر حسن يعني هل نفيدت التذاكر أم هناك سوق سوداء لأجل الذي يرغب أن يذهب إلى ملعب جذر النخلة لحضور مباراة اليوم كما هو معروف أن الطاقة الاستيعابية لإستاذ البصرة الرياضية بحدود خمسة وستين ألف متفرج وهذه الأعداد الكبيرة الأخرى ربما الكثير منهم لا يمتلكون بطاقة تذكرة دخول إلى المباراة كما شهدنا وتجولنا قبل قليل على كورنيش البصرة أعداد كبيرة قادمة من المحافظات هم لا يمتلكون تذكرة دخول ولا أنسى سهار أن هناك إرباك في هذه تذكرة الدخول خصوصا أنها بيعت بابتداء عبر الويب سايت وبعد ذلك انتشرت ربما في السوق السوداء وأيضا تذاكر كثيرة هي مزورة لا ننسى أن عملية شراء التذكرة التذكرة عبر الويب سايت ومن ثم طباعتها يعني الحديث هنا عن تذاكر ربما طبعت أكثر من مرة وبيعت بأسعار أعلى طبعا من السعر الرئيسي نعم سهار نعم هل الملاعب اليوم فتحت أبوابها أمام الجماهير هل هناك توافد لجماهير من الآن نعم 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 حسب ما شهدنا توافد الجماهير منذ ليلة البارحة وحتى قبل ساعات النهار إلى المدينة الرياضية واحتشاد أعداد كبيرة في الفترة المسائية وبالتالي دخول أعداد كبيرة بحسب الزملاء والأصدقاء الذين دخلوا إلى الملعب بطريقة رسمية تحدثون عن أنه لا زال هناك توافد لدخول المدينة الرياضية لكن هذه الأعداد الكبيرة كما ذكرت سهار ربما ستسبب إرباكا كبيرا حتى مع عملية تدقيق التذاكر الباركوت سواء كان صحيحا أو غير صحيح نعم حسن مظلوم كنت معنا من البصرة شكرا جزيلا